يعني فيه ناس قالت الأهلي ما بيهربش، الأهلي ما بيخافش عيب لما يتقال الكلام ده الكلام ده أنا ما كنتش قادر أرد عليه اليومين ثلاثة اللي فاته لأن كثقتنا كبيرة جدا جدا ولما يتقال من مصريين كمان عيب الكلام ده النادي الأهلي مين اللي يهرب ولا يخاف النادي الأهلي ولا بيهرب من حد ولا بيخاف من حد وناس كتيرة جدا كنتمستنيها النهاردة إن النادي الأهلي يقع عشان كده الفرحة احنا زي ما قلت لحضراتك كده انا داخل داخلين بالعلم وداخل بتشيرت النادي الاهلي انا داخل به وعايز اقول لحضراتكم حاج اول مواجهة مصرية سعودية تحت الواق الفيفا كانت النهاردة رسمية الباقي كله ده كان السوبر المصري السعودي والكلام ده كله كان لطيف وحلو وكل حاجة ولكن ده اول مسابقة رسمية تحت الفيفا مع الهلال يعني مع نادي الهلال فاللي عايز اقول لحضراتكم انه فخر كبير جدا وانا بشكر كل اهلنا في السعودية كل اهلنا في السعودية انا بشكرهم بشكر كل الناس اللي اشادت بالنادي الاهلي وكل الاعلاميين السعوديين اللي اشادوا بالنادي الاهلي واحنا كمان شكرا لنادي الهلال السعودي هذا النادي الكبير الرائع اللي يستحق مننا كل تحية هي كرة القدم كده ممكن تكسب وممكن تخسر ولكن عندما لا تحترم المنافس بتاعك ممكن يحصل فيك أكتر من كده كمان